استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصة الإقضبية صباح اليوم استقبل سعادة السيد بارك هو سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين وذلك لمناسبة سلمه لمهام عمله الدبلماسي في المملكة وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الكوري مسار علاقة الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا وأكد سمو في ذات الوقت اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق مع كوريا في مختلف المجالات معربا سمو عن الارتياح للمراحل المتطورة التي وصلت إليها مستويات التعاون البحريني الكوري في المجالات المختلفة وما تميز به الارتكاز على الاحترام المتبادل والحرس المشترك على تنمية مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطور العلاقات البحرينية الكورية وبتنامي التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات مؤكدا سموه على متانة الروابط الاقتصادية والسياسية بين البحرين وكوريا والسعي المتبادل لترقية التعاون الثنائي بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للسفير الكوري بأنه سيلقى كل أشكال الدعم والإسناد الذي يسهل عمله الدبلوماسي دعما وتعزيزا لعلاقات الصداقة والتعاون البحريني الكوري كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع ومستجداته على الساحتين الإقليمية والدولية من جهته أكد السفير الكوري أن حكومة بلاده تنظر بإعجاب للإنجازات التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي حققت الريادة لمملكة البحرين في مجالات عدة